انت عايز الهدية وانا في الفاصل قلت للمخرج خليك معايا على البتاع اللي حط نعالف ودني دي ما يقفلشي مش عارف قفل ليه ومعين المصورين دي حكوا تعرف سيد احمد قصد سيد احمد اليومين دو المسك المصحف تعرف ايه هي صورة الاستجابة سيد احمد اهو مستني يعرف ايه هي صورة الاستجابة الهدية ايه هي في القرآن صورة الاستجابة ها تعرف تكس بسرعة كده هو لو يعرف كان زمان وعيه اللي صوته في السماعة دي طيب اه بيعمل سرش خلي السرش ينفعه ما تصلوا على الحبيب صورة الاستجابة هي صورة الانبياء دي صورة من صور القرآن سمتوها بكده ليه لانها بها يستجاب الدعاء كأنه البرق يستجاب الدعاء كأنه البرق بصورة الانبياء مش معنى هي الصورة التي تلجأ اليها حين تغلق الابواب لانها الصورة الوحيدة التي ورد فيها لفظ فاستجبنا له اكثر من مرة وهذا اللفظ لم يرد في موضع اخر من القرآن مثل ما ورد في هذه الصورة اسمع اول مفتاح في صورة الانبياء اسم المفتاح النوحي بتاع الكرب ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ثاني مفتاح المفتاح الأيوبي بتاع المرض الشديد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين المفتاح الثالث مفتاح سيدنا يونس المفتاح اليونسي بتاع الغم والهم والحزن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين المفتاح الرابع مفتاح سيدك زكريا بتاع الزرية والأمل والرجاء والطلب والأمنية فاستجبنا له ووهابنا له يحيى وأصلحنا له زوجة سمعك وانت بتقول لي الكلام دا للأنبياء بس مش لينا ضيعت الوقت ليه أقولك لا دا لكل من قرأ صورة الأنبياء والدليل على ذلك أن الجواب جاء فيها في موضعين اثنين الأولى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين التاني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاللي بيعرف يقرأ القرآن لازم عليه بصورة الأنبياء لا سيما في شهر رمضان ارفع إيدك معا يقول اللهم إنه قد أوشك رمضان أن يأتي بعشر أواخر فلا تنضي اللهم أوله ولا أوسطه إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا ولا تأتي بالعشر الأواخر علينا إلا وقد كتبت لنا الهطق من النيران اللهم إن لا نشترط عليك في دعائنا ولكن نحبك ونأمل فيك وأنت تحب عبدك أن يتزلل إليك وأن يتدلل بك عليك ونحن نتدلل بك عليك نتدلل بكرمك على جودك ونتدلل بودك وبإحسانك على فضلك وعدك يا أكرم الأكرمين يا ربنا إنا جيعا فأطعمنا عرايا فأكسنا عطاشا فأسقنا اللهم لا مأوى لنا إلا عندك فأسكن اللهم قلوبنا رحمتك واجعل أفئدتنا مطمئنة بذكرك واجعل كوارحنا هادئة بخشيتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ووسع علينا من فضلك وأغننا اللهم غناء لا نفتقر بعده أبدا حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين اللهم رب الرقد والمقام رب المشعر الحرام أكرر رسول الله من كل مسلم للسلام وصدي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين